الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على طريق خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طبتم وطاب لقاءكم وتبوأتم من جنة الله منزلها من يرى في المنام أنه يقوم بجمع قصب السكر ولم يعجبه طعمه علامة على الضيق والانزعاج الذي يشعر به صاحب الرؤية الأيام القادمة في الحياة والله أعلم رؤية المرأة المتزوجة أنها تجمع قصب السكر في المنام علامة على زوال الهموم والأحزان في حياتها والله أعلم إذا رأى الرجل أنه يجمع قصب السكر في المنام تكون إشارة على الوظيفة المرموقة والصحة الجيدة لصاحب الرؤية الأيام القادمة إذا رأى المرأة الحامل أنها تجمع قصب السكر في المنام يكون دليل على ولادتها ولادة متيسرة بإذن الله والله عز وجل أعلى وأعلم من يرى في المنام أنه يحمل القصب علامة على سلامة أولاده والله أعلى وأعلم رؤية حمل القصب في المنام إشارة على الخير القادم لصاحب الرؤية والله أعلم إذا رأى الإنسان أنه يحمل القصب على ظهره أو كتفه تكون علامة على الأموال التي يحصل عليها بكل سهولة الأيام القادمة والله أعلى وأعلم حمل القصب في المنام يكون دليل على الخير والرزق الواسع القادم لصاحب الرؤية والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم من يرى في المنام أن الميت يطلب قصب سكر والله أعلى وأعلم علامة على الأعمال الصالحة التي يقوم بها صاحب الرؤية رؤية طلب الميت السكر في المنام تكون علامة على الخير وصلاح الأحوال في الحيال صاحب الرؤية رؤية قصب السكر للميت في المنام علامة على طلب الميت الدعاء والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته